لا يوجد في الكون ثابت بعد اليوم إلا شيء واحد فقط تعهد ربنا سبحانه وتعالى فيه الباق سبحان الله وكأني أرى الله عز وجل وحكمته سبحانه وتتجلى في الأنفس والأفاق كما قال عز وجل سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم شوف بالله عليك هذه الآية هذه من أعظم ما نزل في القرآن الكريم أنا بالنسبة لهذه الآية من أجمل آيات سنريهم نري مين كل الناس كفار ومسلمين المؤمنين الصالحين وكل الدنيا والملحد والكاف كل الدنيا آياتنا في الآفاق أي آفاق في عالم الفلك وفي عالم الذرة هذه كله آفاق هذا أفق متدنن وهذا أفق مستعلن سنريهم آياتنا مش بس الآفاق وفي الأنفس لأن كل ما يمكن أن يعبد من غير الله لن يؤدي لك إلى الاستقرار حتى ليش مشان يصلوا إلى إيش الحق طيب شو هو هذا الثابت الكونسيستنت الذي لا يتغير ولا يتبدل فيزيكام ولا الرياضيات وتعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه منذ زمن بعيد بس ما فيش للقرآن ما فيه ما فيش ثابت آخر لا كتاب فلسفة يعني فلسفة داروين الآن تحت هجوم شديد فلسفة أينشتاين عندها مشكلة كبيرة جدا فلسفة جانجاكروسوم صيبي فلسفة كامت عندها هزي الليبرالية الغربية الله يسطلوا شو بصير فيها وانتوا شايفين الدنيا وان ماشي الرأس مالية ملتعني ما فيش إشي اليوم في حالة ثبات نحن في حالة سيولة وفي حالة بحث عن شيء مركزي نتصل به لكن هناك شيء من خارج الدنيا لأن الدنيا في حالة سيولة تامة ولم يعد لها مركز في شيء لا يمكن أن يتغير لأنه جاء من خارج الدنيا من عند الله عز وجل اسمه القرآن الكريم إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظه مش حضراتكم لأن حضراتكم الواقع تبعكم بيخليكم تغيروا كل شيء شايف كيف؟ لكني أنا الذي سأحفظه ليس سأحفظه؟ لأنه لا يمكن لكائن بشري يعيش في واقع من السيولة التامة أن تكون له الملكات النفسية أو الفكرية لحفظ كتاب الله لا يمكن لأن الواقع سيتدخل والضرورات ستصنع وعيا لا يمكن للإنسان أن يعيشه فكانت اقتضت حكمة الله تعالى أن ينزل قبل ألف واربعمائة عام من كتاب على محمد صلى الله عليه وسلم والغريب في ذلك الوقت إحنا بجوز ما فهمنا ليش ليش واحد في مكة رجل يعني عايش في قرية صغيرة جدا بعيدة عن كل الدنيا لا هو في الدولة الإمبراطورية البزنطية ولا في الفارسية ولا في الصين العظمى ولا ما زنون قرية صغيرة بعيدة نائية بتنزلوا تكليفين بكله يا محمد أنت رسول الله كويك جدا مليحة رسول الله لجماعة قريش خمس ثلاث واحد بحكي معهم بتفاهمنا وياهم والعرب ممكن جيرانهم الطائف بجزره حلا يثرب قال له للناس كافة بالله عليك لو كنت أنت بمكة واحدة جكل لك أنت بالله بدك تعمل هالرسالة تروح لهالناس كافة شو بصير فيك؟ يعني هل تستطيع أن تحتمل؟ فكرة للناس كافة في ذلك الزمن يعني لأهل الصين لأهل إفريقيا الغريبة لأهل أقلم كل الناس كافة هذا تكليف عجيب ثم الرسالة الأخرى أنك أنت ما فيش بعدك رسول الله أكبر كيف يا جماعة ما في رسول الرسول قبلك أجوه يعملوا أبديت على الإسلام الذي أنزل على نوح ثم بعد ذلك على إبراهيم ثم بعد ذلك على موسى ثم على عيسى وكلما تغير الزمن نزلت فيرجين جديدة نزلت رؤية جديدة نزلت دين جديد لكنه امتداد للإسلام الأول صح أو لا؟ إن الدين عند الله الإسلام من زمن نوح لكن في أبديت لكن أنت يا محمد أنت حيصلك رسالة وهذه الرسالة حتستمر معك إلى يوم الدين للناس كافة وما فيش حدا حينزل يعملها أبديت وهذا من أثقل ما يمكن أن يكلف به مرء ما في نبي يكلف بهذا التكليف الثقيل مش معقول يعني العالمية في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي الأبرز بربالكم لأن الأنبياء من قبله لم يكونوا أرسلوا الناس كافة كل أرسل إلى قومه لكن اقتضت حكمة الله عز وجل أن الكون على وشك أن يتحول تحولات أساسية وجذرية تقتضي عالمية في الرسالة لم تعود الرسالة يمكن أن تتنزل على قوم واحد إحنا عايشين عالمية ولا لا؟ بالله عليكم كأني أرى التنزل الجديد للرسالة علينا في هذا الزمن لأننا عايشين عالمية حقيقية بعد عشر خمسطاشر سنة لا حدود ستكون شيء مهم ولا تقوقعات ولا التقاءات متحيزة في الزمان والمكان نحن سنعيش أحدى عالمية حقيقية طيب هذا العالمية الحقيقية تحتاج رسالة عالمية أيضا والرسالة العالمية تحتاج إلى مصدر ثبات ليس مصدر متحرك ومصدر الثبات هو كتاب جامع عند رب العالمين الذي صنع السنن والقوانين والنوميس هو وبالتالي هو أعلم بأن هذا الكتاب ثابت في نصه ولكن يقتضي صلاحه إلى قيام الساعة أن يكون متحركا في معنى ولذلك يتنزل على كل جيل بما وصل إليه ذلك الجيل من وعي وفهم ومن هنا الرابعة إذن هي أن الخلاص الوحيد لبناء مركز ثبات في حالة السيولة التامة هي في تعامل مع القرآن يحفظ ثبات نصه وحركة معناه فيتنزل علينا القرآن الكريم بمعنى يحفظ لنا هذا الارتباط بالأصول الكبرى للقرآن الكريم ما هي الأصول الكبرى للقرآن الكريم؟ ممكن نتحاور عليها ونحددها ويجيو الناس تفاهموا فيها لكني مثلا أقول التوحيد هو أصول من أصول القرآن الكبرى الحرية لأنه من دونها لا يكون هناك عبادة مش ممكن تعبد وأنت عبد من العبادة الله عز وجل لو يمكن أن تتحقق إلا من حريتك أنت فالله سبحانه وتعالى تعبده لأنك حر ومسؤول واخترت أن تعبده سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك العدل لأن الدنيا قامت على العدل وسنن الله جميعا قامت على العدل وهذه من السنن الكبرى في القرآن الكريم التلوع خلق الله الناس مختلفين ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض إذن هناك سنن كبرى في القرآن الكريم تصلح أن تكون مراكز ثبات وإذا ثبتناها وبدأنا نبني من حولها رؤيا نخاطب بها العالم هذا العالم القلق المتوتر الذي يعيش حالة انتقال وحالة برأيي أنا شديد يعني أنا بالنسبة عايش في الغرب أكثر ما عيش في العام الإسلامي وأرى الناس كيف يفكرون العالم يعيش حالة انتقال جدية وحالة قلق وجودي كثير من الأسئلة الكبرى لا يمكن الإجابة عليها كما قلت لكم انتهى عهد الحتمية المادية واليقيم المادي وبدأ عهد الشك الكبير والشك الكبير يحتاج إلى شيء جديد إلى يقين من مركز آخر غير المادة من غير العالم نفسه هذا المركز سيكون خارقاً للمادة مفارقاً لها وهو كلام الله عز وجل